أحضر جنابك قبل فترة عندما تعرضت كثير من المصارف العراقية إلى حضر في تعاملاتها بالدولار أسيء فهم هذه المقاطعة أو هذا العقوبة اللي يسمى دكتور عبد الرحمن إلى المصارف وبالتالي أكفوا المواطنين عن إداعاتهم بالرغم من أنه بالأساس مثل ما ذكرنا أنه الكتلة النقدية التي تعمل خارج القنوات المصرفية أكثر من الكتلة التي تدار ضمن القنوات المصرفية فعلى هذا الأساس الاستراتيجي اللي رسمها البنك المركزي الآن خاصة بموضوعات الأقراض بعد التجربة ما أقول فجلت ولكن ما أددت دورها مثل ما كان مطلوب اللي هي مبادرة البنك المركزي اللي بوقتها قلنا سميناها أم 5 تريليون لكنه يوصل إلى حد 13 تريليون دينار عراقي وزعت ولم تؤدي أهدافها بالشكل المطلوب ولذلك كانت هذه الإدارة الآن بهذه الطريقة للخطة الخمسية الجديدة للأقراض هو أن تيضع النقاط على الحروف لهذه القروض ولأهداف حقيقية استثمارية تودع في مكان ما كنها الحقيقية وليس كما كانت بالسابق المواطن يجي يقترض وما يأدي دوره ولا يساهم في بناء الاقتصاد العراقي فلذلك الآن هذه الخطة مثل ما ذكرت لك طبعا نحن الكهرباء عندنا كل ساعة دام مقطوعة دلس مع صوتك نحن ندلس مع صوتك مهمة رجعت الحمد لله فالقصد أن هذه الأمور لازم توضع ضمن سياقات وموضوعة الحوكمة مهمة جدا والرقابة وأعتقد مجلس الوزراء بمبادرة سابقة عقد اتفاقيات مع شركات رفينة للرقابة الدولية حتى تراقب إداء هذه المستطلبات فليهذا ما رح تكون مثل ما بالسابق هناك هدر بالأموال وبالتالي خروج عن ما هو مطلوب من عدها وإنما سيتم تحت قبة البنك المركزي وتحت السياسة التي رسمتها لأغراض مستقبلية وحقيقية فإذن الآن نحن كل التفاؤل وكل الخير نتمأمله من خلال هذه المبادرة وبالتالي نحن مثل ما ذكرت قبل قليل جنابك أنه نحن لا يصبح ظن نعتمد على الريع النفطي لابد من ان اتخاذ خطوات باتجاه تنويع مصادر تمويل الموازنة من زراعة وصناعة وسياحة وخدمات فإذن المفروض الآن يكون هذا الإداء حقيقي وجاد ومتابع بشكل سليم جدا وخلي نقول بالمثل البغدادي نخلي الفلوس بمكانها ما يصبح نبعثر بها بالمكان مثل ما صارت خلال العشرين سنة اللي ماضية ها